قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة نصبح على منا نتعرف منا على أحوال طاقص في القاهرة والمحافظات وكمان تجاوبنا على سؤال حلقة النهاردة زين ربي ولادنا على التعلم من الأخطاء صباح الخير عليك يا مان صباح الخير عليك يا شازي صباح الخير عليك يا هندي صباح الخير عليك يا مان جمبار موضوع التربية إيه معك؟ والله يا هدير يعني مش عارفة احنا مش بنعرف نربي ولادنا قوي أو مش بنعرف نحركهم قوي اعتقد ان هو الموضوع بيبقى بالتعلم بالمشاهدة يعني هم بيبصوا احنا بنعمل ايه وبيعملوه لان الصح محدش هيختلف عليه والغلط محدش هيختلف عليه مش حينفع نقولهم ما تجذبوش ما هم عارفين حتى لو هم اطفال وهم صغيرين اي حاجة الواحد بيداريها بيدفولت كده وبيبقى عارف انها غلط فبالتبعية لو قعدنا نقولهم ما تجذبوش وبعدها بشوية قلنا لهم ردوا على التليفون وقولوا ان احنا مش موجودين او افتح الباب وقول ان احنا مش موجودين هو مش هيبقى فاهم ان احنا بنقول ايه فاعتقد ان احنا لو فضلنا نقول لغاية عشر سنين قدام وبنتصرف بشكل مختلف محدش هيقتنع باللي احنا بنقوله بالعكس ممكن نعمل لهم مشكلة تانية انهم يبقوا بوشين ودي تبقى بدل ما بنحاول نقومهم نبقى بنحاول ان احنا نوجههم في اتجاه خاطر تاني حاجة برضو فكرة التعلم بالممارسة مش في كل الاحوال اعتقد ان هو برضو بيبقى مناسب لان فكرة ان الطفل لما اعرضوا لحاجات كتير ممكن تكون مش مناسبة باعتقد انها مش هي دي افضل طريقة وطبيعي اللي بيبقى شايف اهله بيعملوا شيء خطأ بيبقى بيحاول يتفاداب مش هيبقى بينغمس في الحاجة الخطأ اللي بتحصل باعتقد ان احنا لما بنحط نفسنا في الموقف ونبتدي لو عايزين نعلم ولادنا اي قيم نبتدي بنفسنا صعبة ونعيد تربية نفسنا من اول وجديد لكن ما باليد حيلة لو احنا عايزين نطلع حد سوي ويتحمل مسؤولياته